موسيقى اهلا وسهلا بكم عزقنا المشاهدين في حلقة جديدة في أسبوعنا ده من حلقات قلوب لا تخاف صلاتي من الروح القدس ياخدنا في رحلة النهاردة ويتكلم معانا ويعالج أعمقنا ويعالج نفسيتنا ويكبر إيماننا ويدينا نعمة أن احنا نسعى نحو الهدف لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع النهاردة بنعمة الله عنوان الحلقة بتاعتنا كلنا عارفين الآية والروح القدس حيلمس قلوبنا بيها بشدة بتقول أنت هو الآتي أم ننتظر آخر أنت هو الآتي أم ننتظر آخر كلنا عارفين أن اللي قال الآية دي يحنى المعمدان لما كان في السجن زي ما احنا هنعرف بعد كده والآية دي جات في مت 11 عدد 2 و 3 مت 11 عدد 2 و 3 بيقول كده أما يحنى فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر يحنى كان في السجن ومش عارف يعمل إيه مش عارف يطلع إزاي وسامع باللي بيعمله الرب يسوع وبعت اثنين من تلميذ يحنى يقوله للرب يحنى بيقول لك كده وأنا شعر بالروح القدس أني كثيرين في هذه الأيام بيقولوا للرب الجملة دي أنت هو الآتي أم ننتظر آخر احنا مستنين كنت تأخرت حنستنى حد تاني ولا هتيجي حبائي عايزة أتكلم عن الانتظار كلنا بنتعب من الانتظار كلنا بيبقى عندنا قلق كبير قوي من الانتظار كلنا الانتظار بيشد أعصابنا بيسبب لنا اضطراب أحيانا بيسبب لنا مرارة أحيانا بيسبب لنا اكتئاب لما بنتظر لفترة طويلة والأمر مش بيتم معايا لما أكون مريض وطاريح الفراش لما أكون مريض بمرض صعب ومستعصي ولسه ما خفتش تماما والدنيا كلها مقفلة قدامي والدنيا كلها مضلمة قدامي فببقى حاسة أن أنا في سجن وببقى مش عارفة أطلع من السجن ده ازاي وأقول هو أنا هفضل كده طول حياتي هو أنت يا رب هتيجي إمتى عشان تخلصني من اللي أنا فيه وهفضل الانتظار ده بيموتني من جوه وبيخليني بتخنق وببقى فعلا محبط جدا ومش طيق حولي ومش طيق أتكلم مع حد بيبقى الواحد فينا متضايق جدا لأن فعلا زي ما بيقولوا الانتظار صعب الانتظار صعب كلنا بنتفق على كده كلنا بنتفق على كده لو أنا رايح أستنى حد في المطار أو رايح أستنى حد على القطر واتأخر وقال له القطر هتأخر ساعتين الطيارة هتأخر ساعة بفضل كل شوية بص في الساعة ياه لسه فضل ساعة ياه أنا ما عنديش وقت لده كله الوقت ده بيضيع مني أنا ممكن أستفد بي ونفضل جوانا نتكلم ونتزمر ومتضايقين مش حاملين نستنى مش حاملين ننتظر مش حاملين القطر بما يوصل والطيارة بما توصل والإنسان اللي لنا يكون بينزل من الطيارة وبيدخل لنا ونستقبله الانتظار صعب لما بكون بستنى دوري في مصلحة حكومية لما بكون بستنى دوري في عيادة في مستشفى كل خمس دقيقة وصف في الساعة كل شوية ياه لسه ما جيش دوري ياه ويفضل الواحد جوانا مشدود ومحبط ومتدايق ومتنرفز ويقول امتى الموضوع ده حيخلص امتى هاخد دوري وادخل قلمة قلمة ان ناس يبقى عندها انتظار وهي ريلاكس وليلين يتعدوا يعني اللي بيبقى منتظر والوقت بيعدي وحتى لو فيه تأخير في الظرف اللي قدامه لكن يبقى هادي ويبقى ريلاكس كده مش كتار اللي بيعملوا كده لكن المعظم بيبقى الآن ومضطرب ومجدود لحد ما الامر اللي في ذهنه ينتهي ويخلص ابطال الكتاب المقدس وكل الحبايب والقدسين في الكتاب المقدس لم يعفوا من هذا الامر البعض فيهم كان منتظر فترات طويلة واسنين طويلة مش هنتكلم على الانتظار ليه نحن بس كأننا احنا الوحدة وأنا الوحيد وانت وانت الوحدة اللي بننتظر ونستنى فترات لكن عندنا بعض النمازج اللي هي جات قدامي وأنا بفكر في الآية دي من الناس القدسين اللي في الكتاب المقدس انتظروا وانتظروا لسنين طويلة وكان انتظارهم فعلا يعني أكيد كان فيه إحباط وفيه مرارة وفيه حزن وفيه ألأ وفيه تراب أكيد كان فيه كده لكن في النهاية وصلوا الى الهدف اللي الله وصلهم ليه بعد فترة الانتظار لو كلنا نروح لإبراهيم ونشوف فترة الانتظار بتاعته وخصوصا بعد ما الرب وعده هو بيقول أنا ماضي عقيم أنا واحد كبرته ما عنديش أولاد والرب وعد إبراهيم وهو سنه 75 سنة وأعتقد أنا أنه هو كان بيفكر أنه بعد سنة هيكون عندي نسل لا بعد اثنين لا بعد خمسة لا بعد عشرة متى أتى الناس للي من صلبه بعد خمسة وعشرين سنة من وعد الله ليه كان إبراهيم خمسة وسبعين سنة لما الله وعده الله اداله إسحاء لما كانت مئة سنة وكانت صار تسعين سنة خمسة وعشرين سنة منتظر يا خبار يا إبراهيم ده كان وقت طويل قوي آه طبعا كان وقت طويل قوي كلنا نعرف قصته وكيف تزوج هاجر إلى آخره ليس إبراهيم وصاره فقط لو نظرنا إلى يوسف الشاب الفتى الرائع اللي كان بيخاف الله من طفولته واللي رب اداله مواعيده أحلام حلوة وكيف أفتري عليه ودخل السجن أخواته بعوه وراح بيت فتفار ودخل السجن لما طلع من بيت بابا كان سبعتاشر سنة لما دخل بيت فرعون كان تلاتين سنة تلاتاشر سنة يا يوسف بتتشكل تلاتاشر سنة بتعاني أكيد كان بيقول في نفسه هو أنا هفضل كده العمر كله هو أنا لحد إمتى هفضل مظلوم هو في حد حاسس بي وأنا مظلوم هو في حد حاسس وأنا أفتري علي بالمنظر ده هو في حد حاسس بي آه يا يوسف آه يا ابني آه الله له عينان تخترقان أسطار الظلام الله شايف كل شيء ألف مرة واحد خادم الله شايف النملة السودة اللي ماشي على الجبل الأسود في الليلة الضلمة السودة الله شايفها وشايف تحركتها بالزبط فالله شايفك وشايف الظلم اللي واقع عليك وانت في قلبك عملت وقل له أنت هو الآتي أم أنتظر آخر انت جاي ولا مش جاي انت شايفني ولا مش شايفني انت حاسس بي ولا مش حاسس الله شايفك وروح القدس عزيزي وعزيستي جاي لك النهاردة ياللي بتقول أنت هو الآتي ياللي بتقول الدنيا تقفلت السبع أبواب اللي قدامي كلهم تقفلت مفيش منفذ الله يجيي لك النهاردة الله جاي عليك وعليك عشان يشجعك وعشان يفتح الدنيا اللي متقفلة وكل الشبابيك اللي متقفلة والظلمة اللي قدام عينيك الله جاي ينرها ويقول لك أنا هو لا تخاف جاي يقول لك أنا موجود أوعد شك فيها حباقي مش بس يوسف شعب الله في مصر في المزلة انتظروا إن الله يخلصهم من هذه المزلة أربعمية وتلاتين سنة وهم كانوا بيعانوا في المشقة في أرض مصر لحد ما أرسل الله بيقول نظرت إلى مشقة شعبي ونزلت علشان أشفيهم وعلشان أطلقهم من أرض مصر مش بس دول كمان لكن لو بصينا لدوود النبي دوود اللي كان الله مسحه ملكا على الإسرائيل في الوقت اللي كان فيه شاول ملك لكن الله ما كانش عاجبه شاول بالرغم إن الشعب اختاره وكان أرسل ساموئيل ليمسح داود ملكا وشاول لما عارف كده إن داود ملك ممسوح من قبل الرب حب يطرده هرب داود إلى مغاير وبقى يستخبى فيها وكل يوم يقول أني سأك أهلك يوما بيد شاول أنا حموت على إيد شاول يا حبيبي أنت ممسوح من الرب يا حبيبي أنت الملك المنتظر على إسرائيل أصبر يقول أني سأهلك بيد شاول وقاعد مستخب في المغاير وقاعد مضطرب وقاعد قلقان وقاعد محبط زي ما أنت كده وزي ما أنت كده زي ما إحنا كده لكن في النهاية إيه اللي حصل يا حبيبي في النهاية إيه اللي حصل كلنا عارفين أو معظمنا عارفين إن شاول مات منتحر مسك السيف ووقع عليه ومات وراح داود للملك ذهب وتوج ملكا على إسرائيل صح ولا لأ انتظر كتير آه انتظر عانى في الانتظار آه عانى في الانتظار عانى جدا والشعب عانى جدا ويوسف عانى جدا وإبراهيم وصارى عانوا جدا لكن كانت النهاية هي استجابة الله الذي وعد لأن الذي وعد هو أمين عمره ما بيوعد ويخلي بينا عمره لأني أمنته هو ترفض هذا هو بيفي لأمانته مش لي نحن لي نحن نمر اتنين لكن لأمنته قدسته وإني كلمة واحدة وحرف واحد من كلامه لا يا زول أيوب انتظر لا أيوب كان حزين أيوب كان محبط قوي أيوب كان مر النفس أيوب كان منتظر لا شيء مش مستني ولا حاجة هيقول بعد إيه بعد إيه كده ما كله باص ما كل أموالي راحت ما كل ولادي راحت ما كل ما أمتلك راحة خلاص هاستنى إيه تاني إيه اللي هاستنى فيش ولا حاجة تستنى يا أيوب إلا هاستنى تاني والواقع بيقول ما فيش ولا حاجة تاني ولا حاجة تاني ما كله خرب وراح وباص وانتهى وانت رجل كامل أمام الله ليس مثلك في كل الأرض لكن هو ده اللي حصل انتظارك كان خائب يا أيوب آه انتظاري خائب وانا هاستنى إيه تاني لو نتذكر زكريا الكاهن وقال لصبات زوجته انتظروا فترات طويلة أن ينجبوا نسل وفقدوا الأمل ويأسوا من أن يكون لهم ابن فاكرين المقعد اللي كان على باب الجميل فاكرين فاكرين لما كان راجل مقعد مش من رجليه ومش بيمشي ومش بتحرك وقاعد عند باب الجميل يستعطي ويشحت من الناس كل اللي يدخل يدي له صدقة فاكرين وبطرس ويحنى دخلين الهيكل عشان يصليه هما الاتنين فهو يقول إيه نظر إليهما وكان ينتظر منهما شيئا بصلهم كده زي قولت انتوا شايفين حالي يعني أنا واحد مسكين مفروض وانتوا مع الدين لازم تدوني حاجة لازم يعني أفتكر كده منظري يقول إن أنا يعني أستدعي العطف والشفقة والإحسان يقول الكتاب نظر إليهما وكان ينتظر منهما شيئا كم بينتظر فلوس من الداخلين إلى الهيكل لكن بطرس قال له حاجة رائعة قال له بص ليس لنا فضة ولا ذهب إحنا ما عندناش ولا حاجة لكن اللي عندي أنا هده لك الذي ليه فإياه أعطيك فبصل له كده قال له هاتي داك باسم يسوع المسيح الناصر يقوم وامشي على طول في الحال قام ووقف على رجليه وتشددت رجليه وأخذ يطفر ويجري ودخل الهيكل وأخذ يسبح الرب أعطى له قوة الله العظيمة وشفاء الله العظيم وهو كان بيبصلهم بيستني حاجة تانية بيستني يدولوا إرشين في إيده أنت هو الآتي أم ننتظر آخر خلينا نرجع لزكريا وليصابات زوجته زكريا كان كاهن في ذلك الوقت وزوجته قال لي صباط كانت امرأة فاضلة جدا تحب الرب ولم يكن عنده أطفال وفي مرة كان داخل الهيكل ودخل ليبخر في الهيكل وأثناء ما هو يبخر وجد عن يمين الهيكل جبرائيل الملاك الواقف أمام الله فارتعب وتخط وبصله كده وبعدين قال له لا تخاف يا زكريا الله حيدي لك ابن ربنا حيدي لك ابن فبصله كده قال له أنا بصله باستغراب طبعا الملاج برأيي الفهم نظرته عايز يقول له يعني أنت بتهذر هيديني في السن بتاعي ده يعني وأنا راجل عجوز وكهل كده يعني قال له هيكون ليك ابن وحيكون فيه روح إليه وحيكون قوي جدا وحيبقى له رسالة رائعة فلما بصله باستغراب قال له أنت مش مصدق مش كده؟ طب إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك أن انت مش هتتكلم ومش هتنطق كلمة ولسانك مش هينطق كلمة لحد ما يتولد الطفل عشان أثبت لك أن الله حيدي لك طفل قرج زكريا من الهيكل بعد ما خلص البخور وهو مش بيتكلم فكل الشعب فهم أنه هو شف رؤية وفهمه وهو هزلهم راسه ومرت الأيام وحملت الإصابات وولدت يحنى المعمدان اللي قال عنه الكتاب أنا صوت صارخ في البرية قال عنه في العهد الأديم وهو قال عن نفسه نفس الكلام قال له أنت المسيح طب أنت إليا طب أنت نبي قال لهم لا ولدا 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 قال لهم أنا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبلوا مستقيمة وكلنا نعرف أن يحنى كان بيعمد الناس في نهر الأردن وكان بيتكلم على المسيح الآتي إلى العالم ليخلص العالم قال لهم أنا جيت أعد الطريق قدامه وهو بيكلم الناس وبيعمد الناس في نهر الأردن لا رب يسوع آتي مقبل عليه عند نهر الأردن ورح شاور عليه وقاله وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ورب يسوع اعتمد في نهر الأردن كلنا نعرف نزلت حمامة الروح القدس في هيئة حمامة واستقرت عليه وصوت من السمقاء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت لكن بعد كده قام هيرودس الملك وقبض على يحنى المعمدان وأدخلوا في السجن عارفين ليه؟ لأن يحنى كان باستمرار يأنبه هيرودس كان بيحب زوجة أخيه هيرودية أخيه في لبوس ولأنه ملك فليفعل ما يشاء فكان باستمرار يحنى يقول له لا يحل لك أن تأخذ هيرودية زوجة أخيك امرأة لك لا يحل لك لا يحل فكان متغاز منه بيقوم بميره بالرغم من يقول الكتاب أن هيرودس كان بيمبسط قوي كان يصر بيحنى المعمدان لما يتكلم كان يصر بكلام يحنى كما كان يصر برقص هيرودية ابنة هيرودية كانت لما ترقص هو بيحب هيرودية ويصر بها وكان يصر أيضاً بابنتها حينما تقوم وترقص أمامه فكان كلام يحنى بيبسطه قوي وكان رقص ابنة هيرودية بيبسطه قوي الاثنين بيبسطو قوي كله ماشي عنده كلام الله بينبسط منه والرقص بينبسط منه وكله معه ماشي حلو ظل يحنى في السجن دون ذنب ظل ينتظر وينتظر الإفراج عنه ولكن انتظاره لم يأتي بأي نتيجة فمعرفش يعمل إيه فتلاميذه بيعدوا يسألوا عليه أنت عمل إيه طب نجيب لك حاجة طب نعمل قال لهم لا أنا سامع باللي بيعملوا الرب يسوع أنا سامع بالمعجزات أنا سامع بكل اللي بيعملوا بالآيات والقوات من فضلكم روحوا قلولوا المسج دي روحوا قلولوا الجملة دي قالولوا نقولوا إيه قالهم قلولوا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر وأنت مش عارف أن يوحنى في السجن وأنت مش عارف أنه دخل ظلم أنت مش عارف أنت مش واخد بالك أنه هو فعلا في السجن من غير ما يعمل ولا زنب لأنه بيقول الحق لأنه بيقول هيرودس الحق بيقوله ما ينفعش تاخد مرات أخوك ما ينفعش ده إجرام في حد ذاته ما ينفعش لا يحل لك فدخل ظلم لأنه بيقول الحق أنت شايف هو بيعمل إيه؟ أنت شايف هو بيقول إيه؟ أنت شايف تسجن إزاي؟ فراحوا تلاميذ يوحنى وراحوا لقوا المسيح بيعمل قوات ومعجزات كان بيفتح أعين عمي كان بيشفي ناس برس كان بيدي العديمية السمع سمع اللي مش بيسمعوا بيسمعوا اللي مش بيمشوا بيمشوا كان بيبشر الناس كان قابليها بشواء صغيرين أقام ابن أرمالة اتنين فلما راحوا ألولوا يحنى بيقولك أنت هو الآتي أم ننتظر آخر قال لهم بصوا تعالوا وشوفوا أنا مش هقولكم قال لهم قال لهم اذهب وأخبر يحنى بما رأيتم روحوا ألولوا اللي انتوا شايفينوا دلوقتي العمي يبصرون العرج يمشون الصم يسمعون البرس يطهرون الموت يقومون والمساكين يبشرون وعايز أقول لكم حاجة أنتوا الاتنين روحوا أقولولوا الجملة دي وطوبة لمن لا يعثر فيها أقولولوا اللي بيحصل وأقولولوا كده يا بخت يا بخت اللي ما يشكش فيها يا بخت اللي يصدقني وربي يسوع ما كانش عارف أنه يحنى هيموت شهيد طبعا كان عارف أن نهاية يحنى كانت الاستشهاد من أجل الحق هو كان عارف لكن عايزه ما يشكش لآخر لحظة حتى لو النهاية كانت الاستشهاد طوبة لمن لا يعثر فيها أنت هو الآتي أم ننتظر آخر أنت بتقول كده أنت بتقولي كده من إمتى أنا مستنيا من إمتى ولا أنا فيه فيه من إمتى وأنا مش لقيا شغل من إمتى وأنا تعبانة في حياتي الأسرية من إمتى والمشاكل خنقاني من إمتى وأنا مرمي على السرير من إمتى وأنا ولادي مع الزبنة بتقول كده وإنت بتقولي كده يا رب بنصليلك وإنت مش سامع خلاص بقى خلاص ليحصل يحصل بقى خلاص ما ربنا هو ربنا موجود هو ربنا موجود وهو لو موجود مش هيكون شايفنا هو إحنا هينين عليه للدرجة دي انت بتقول كده وانت بتقولي كده وروح القدس النهاردة جاي يقولك لا ده فكر إبليس من ناحيتك أنا موجود أنا حي في ترنيمة زمان كان يقولوها في الصعيد أكنت فكره انه قصرني أتاري قصده يجبرني وكنت فكره ننسيني لكن أتاري قصده يوسيني ويعزيني أنا فكر كده لكن هو لي قصد تاني هيعلن عنه في وقته عايزة أتكلم بسرعة عن أربع نقاط أحبائي عن الانتظار عن الانتظار عايزة أتكلم أول حاجة عن صعوبة الانتظار وعايزة أتكلم عن فوايد الانتظار عايزة أتكلم عن مجد الانتظار وعايزة في النهاية أتكلم على إن الله أيضا له مننا انتظار صعوبة الانتظار انتظار صعب طبعا طبعا وفي أصعب من الانتظار ده صعب جدا ده معظم أمراض الاكتئاب اللي بتجيلنا بسبب أن أنا مستني شيء ومجنيش مستني حل المشكلتي ومتحلتش عايزة أحلها بإيدي مش عارف وربنا لسه مش بيحلها لي فأنا عشان كده مضطرب ومتدايق ومكتئب ومخنوق ومش عارف أعمل إيه لأني أنا عايزة أعمل كل حاجة وعايز الواقع كله لازم يتغير لكن حكاية أني أنتظر توقيتها لا لا ده مش في ذهني أنا مش هستحمل تاني أنا كده خلست أنا كده طأتي استنفذت صعوبة الانتظار بيستنفذ طاقتنا آه بيستنفذ كل طاقتنا الانتظار بيخليني عندي وهن وضعف ومرارة وانكسار وإحباط ومتدايق وزي ما بنقول روحنا في مناخرنا ومش طيقين نفسنا بنعمل كده إحنا بشر صح كده إحنا بشر أيوب ستة أحداشر قال الآية دي اللي إحنا بنعمله قاله أيوب في يوم من الآية قال إيه ما هي قوتي حتى أنتظر هو فين القوة اللي عندي أساسا عشان أنتظر وما هي نهايتي حتى أصبر نفسي فين القوة بتاعتي عشان أستنى ما أنا قوتي انتهت ما لما كل حاجة راحت قوتي راحت معها وطأتي استنفذت وراحت ومعدين بيقول وما هي نهايتي حتى أصبر نفسي وأنا هصبر نفسي على إيه هو إيه اللي باقي عشان أصبر نفسي عليه ما كله خراب فخراب فخراب هصبر نفسي على إيه خلي بالك أنت ممكن تكون بتقول مع أيوب كده وليك حق ليك حق أيوب 13-15 قال كلمة صعبة قوي أيوب اللي بيخاف الله اللي ليس مثله في كل الأرض بشهادة الرب نفسه عنه قال هو ذا يقتلني هو بياتباحني هو بياتباحني لا أنتظر شيئا فقط أزكي طريقي قدامه بس خلاص هو بيقتلني كده أو هو قتلني كده أنا لا أنتظر شيء بعد كده ولا حق أستنعين بس هعيش فيما خافته اليومين اللي عايشهم لحد ما أروح زي ولادي وكل ما أمتلك مراح هو ذا يقتلني أنت بتقول كده أنت بتقولي كده روح القدس جاي يقولك اوعد صدق كلام إبليس هل فعلا بعد كده عاش أيوب لحد ما مات بالمنظر ده لا لا ده هو آيل في السفر ده أنه هينسى المشقة كمياه عبرت لا يعود يذكرها روح القدس جايي لك يقولك وأنت أيضا ستنسى المشقة كمياه عبرت لا تعود تذكرها يا رب لي كل المجد يا رب دينا نعمة ما نصدقش الواقع يا رب دينا نعمة نحن فعلا نصدق كلامك حتى لو الواقع بيقول غير كده صعوبة الانتظار أشعياء تسعة وخمسين تسعة بيقول ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل لا في حق ولا في عدل الاتنين بعدو ننتظر نور فإذا ظلام ننتظر ضياء فنصير في ظلام دامس عايزين نور مفيش عايزين ضياء مفيش عايزين حق والعدل كله ظلام في ظلام في ظلام صعوبة الانتظار ما أصعب الانتظار لكن أحبائي هل الانتظار له فوائد؟ نعم طبعا طبعا أمر إزاي هنتعلم الصبر؟ أمر إزاي هيبقى في شخصياتنا حاجات حلوة نديها للناس؟ إزاي الله هيكمل شخصية النقصة دي؟ إزاي الله هيحط إضافات لي في حياتي؟ إلا لما يبتدي خليني أتخلص من التوتر والإضطراب والقلق ويعلمني إزاي أصبر وأنتظر ويعلمني إزاي أصدق الموعيد حتى لو لم تتم ويعلمني أن أنا أثق في كلامه أكتر من الواقع الغير منظوري اللي أنا مش شايفه ويكبر إيماني ويديني أندج أنا مش هندج في يوم وليلة أنا مش هندج من غير ما يكون الله ليه بصمات في حياتي ويطلعني على دولاب الفخاري ويدخلني في البوتقة ويشيل الشوائب من حياتي أنا مش هندج أنا هفضل طفلي في الإيمان زي ما أنا أنا هفضل مش هتتغير حياتي مش هيعرف يتحرك بي ولا يثمر فيي ولا ينقيني ولا يزبطني فوائد الانتظار علاقتنا بالرب بتتغير طبعا طبعا مليون في المية بيقوم بتشكيلنا بإنه بيضغط علينا بكيفية أو بأخرى لكن على فكرة الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يغلص يا بخت اللي يصدقوا طوبى للذين آمنوا ولم يروا قال كده في يوم من الأيام الرب يسوع للتومة طوبى للذين آمنوا ولم يروا لحد ما تشوف لحد ما الدنيا يبتدي يزبطها معاك ولحد ما يزبطك أنت ويزبط الدنيا معاك ويحقق لك الموعيد امسك فيه أوعى تسيبه هو إله أمانة الله المنزه عن الكذب الله الذي لا يقدر أن يجذب الكتاب يقول عنه كده لا كذب ولا يعرف الكذب ولا وجد في فمه غش لكن أمين في كل حرف في فمه يقول لنا وزمور 25 و 21 بيقول دربني في حقك يا رب علمني لأنك أنت إلى خلاصي يا رب دربني يا رب علمني يا رب فهمني إياك أنتظرت اليوم كله أنا مستنيك يوم ورا يوم ورا يوم ولما بيجي الصبح بقول لك أنا مستنيك يمكن النهاردة تتمجد معايا يمكن النهاردة تجاوب على سؤالي يمكن النهاردة تحقق لي لنفسي فيه يقوى أستناك إياك أنتظرت اليوم كله أنا باستناك يا رب ولما ييجي بالليلة أقول يمكن ييجي الصبح يمكن يحل مشكلة الصبح وبرضه بستناك أنا مش بفشل في مرحمك أنا واثق إنك إله أمانة أنا متأكد إنك حتيجي ومش حتتأخر حتيجي ومش حتتأخر لكن أحباقي في مزمور 25 و21 بيقول الآية الرائعة دي بيقول يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك ياه ياه ده فيه كمال واستقامة نعم كل منتظرين الرب بيجملهم ويكملهم بالاستقامة والكمال أحد الخدام الأفاضل اللي رحل إلى المجد قال الكلمة لي ما شفتش في حياتي خادم رائع قوي ممسوح مبارك إلا ودخل بين حجري الرحى إلا واتكسر وعاد الله تشكيله مرة أخرى عشان ينور عشان يبرق عشان يدي له قوة ومسحة عشان يشكله إذا كنت تحت التشكيل فانتظر شوية انتظر وقول له يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك رب عايز يكمل حياتك رب عايز يكمل ثغرات حياتك رب عايز يشيل ضعفاتك رب عايز ينور فيك الانتظار اللي انت منتظره هو عارف هو ساعته مظبوطة أظبط ساعتك على ساعته ومشكلتنا حبايب ان احنا عايزين ساعته تتضبط علينا عايزينه ييجي في الوقت بتاعنا مش احنا اللي نبتدي ننتظر الوقت بتاعه بس هو وقته بالثانية بالثانية ما يتأخرش عن وقته ثانية واحدة فوائد الانتظار انتظار ليه فوائد نعم فوائد عظيمة بيصغن فيه اواني رائعة جدا للكرامة نافع للسيد ومستعدة لكل عمل صالح كلنا عارفين الاية اللي في اشعياء اللي بتقول واما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنصور يمشون ولا يتعبون يركضون ولا يعيون فتعلمين اني انا الرب الذي لا يخزى منتظروا اياتها الكنيسة الغالي على قلبي لكي ان تعلمي في كل مكان في العالم في كل ظرف بتمر بي يا كنيسة يا عروسة المحبوبة لكي ان تعلمين اني انا الرب الذي لا يخزى منتظروا صعوبة الانتظار ثم فوائد الانتظار لكن ثالثا احبائي مجد الانتظار مجد انتظار في مجدي وصلني المجد طبعا 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 بالتأكيد مش هيستخدمك الا ما يشكلك مش هينفع مش هيقدر يبعاتك لحد وانت حياتك فيه عرج بين الفرقتين مش هتقدر تقول كلام مؤثر للناس تستفاد به الى ما تكون نقي القلب قدام الله مش هينفع خدمتك هتبقى بهتة خدمتك مطفية خدمتك هتبقى مظلمة نقي قلبك قدام الله نقي قلبك قدام الله مجد الانتظار اتنقى امامه نعم اضيق نعم اتشكل حسب ما هو عايز مش ما انا عايز ساعة لما حد يسلم علينا ويقول ربنا يباركك يا اخونا ربنا يباركك يا سلام نحس ان احنا بقى بقينا شيء لكن انا مش عايز اعجب الناس الناس بيقولوا علي النهاردة هيلة بكرة يقولوا علي اي كلام كل حاجة الناس كلامهم مرة فوق وعشرة تحت ما تصدقش كلامهم ما تصدقش حكمهم عليك الحكم بتاعهم حكم سطحي من النظرة السطحية لكن هناك مختبر القلوب والكلة خلي ده اللي يحكم عليك خلي الروح القدس اللي يحكم عليك عشان تنور وتبقى بركة ويستنير العالم بنورك وقال انتم نور العالم عشان تبقى نور في العالم تنور لابد ان يحكم فيك الروح القدس لابد ان يقيمك ويقيمني الروح القدس لابد دايما نقوله دايما نصلي وقوله حكمك علي اللي يهمني ما يهمنيش الناس يقولوا ايه الناس كلامهم متغير ومختلف من يوم ليوم من ساعة لساعة من دقيقة لدقيقة ممكن يغيروا الفكر عني لكن رأيك فيا رب اقوله هي هو الدنيا وما فيها حكمك علي هو الدنيا وما فيها انت هو الحاكم فيا مش البشر خليهم يقولوا علي اللي يقولوه بس انت بتقول ايه اسأل الروح القدس اذا كان ساكن فيك اسأله وهو هيقيمك هو هيقيمك وهو هيقولك انت محتاج لايه والرب هيعلمك الانتظار في امور كتيرة في حياتك عشان ينقيك لكي تنتظره هو شخصيا في الارض وفي السماء ما تنتظرش البشر ما تنتظرش البشر انتظره هو وعارفين المؤمن اللي بيبقى كده بيبقى مش فارق مع العالم بيبقى مش فارق مع الحياة مش فارق مع الغربة بيبقى بانتظر المدينة التي لها الاساسات اللي قال عنها ابراهيم كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات بحب اول اية اللي في تيتو ستنين تلاتاشر اللي بتقول منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجدى الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح بيبقى عايش غريب بيبقى عايش العالم مش فقلبه ده الانسان اللي تشكل الانسان اللي منتظر الرب بس بيبقى الشيء الوحيد اللي قدامه مجدى الله والحاجة التانية منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجدى الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح هو قرى بيجي سمعت مرة خادم قال حاجة جميلة أو بيقول الرب يسوع لما هيجي هينزل على جبل الزيتون فجبل الزيتون هيتشق نصين فبيقول علماء الجيولوجيا لقوا ان القشرة الارضية اللي في جبل الزيتون من تحت مشروخة شرخ كبير خلاص الجبل بيستعد انه ينشق الى نصفين بمجيء الرب يسوع حينما تطق قدمه على جبل الزيتون لما هيجي الجبل حينفلق قريدي الجبل الجبل من تحت كل القعدة بتاعته في القشرة الارضية بتاعته اتشرخ اتشرخ كبير وبيقولوله يا سيد السماء والارض منتظرين ان تأتي قدمك وتطأ علينا فينفلق الجبل الى نصفين انت عايش مستني ولا انت بتلف في دايرة حوالين ظروفك ايه رأيك خلينا مستنينه خلينا مستنينه هي ما تسويش هي طولها قد عرضها هو هيرعانا فيها هيرعانا هو هيكمل جميله معانا هو مش هيسبنا طبعا بطولها بعرضها بس خليك مستني ما شئته ومستني ما جيئه وإلى ان تأتي ما شئته انت في منتهى السعادة والسلام وانت تنتظر وإلى ان يأتي ما جيئه وانت تخدم بكل قوتك حتى تنال عندما جيئه المكافأة لكن بطرس الثانية ثلاثة تلاتاشر بيقول ونحن بحسب وعده ونحن بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكم فيها البر احنا ضيوف على الأرض طبعا نهاردة أنا موجودة ممكن بكرة بقى معاه مش موجودة وأي إنسان مننا كده نفس ممكن يطلع ما يدخلش تاني وتنتهي رحلة العمر لكن أني عندي ثقة فيه إن هو اللي هيعبر بي ودي ظل الموت وهو اللي هيوصلني المجدو وحكون معاه إلى أبد الأبدين علشان كده أنا سعيدة بكده ومش الآن على اللي يحصل هيستجيب النهاردة هيستجيب بكرة أنا هنتظره هو وهنتظر ما شئته وهنتظر أن أنا نضيف على الأرض ومش هطول فيها منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب صعوبة الانتظار فوائد الانتظار مجد الانتظار لكن ربعا وأخيرا الله أيضا له انتظار أنت لك انتظار مننا قال آه مني أنا الإنسان الفئير هو أنا عندي حاجة علشان أدهلك يقول لي آه أنا الفئير الغلبان أنا اللي محلتيش ولا حاجة ده أنا اللي مستنيك يقول لي لا يا حبيبي أنا مستني منك حاجتين مستني منك حاجتين أرجو أن انت تدهمني وانت في الغربة مني أنا حاجتين قال لي آه مستني إيه هيقول مستني تديني قلبك بيقول في أشعياء 38 ينتظر الرب ليتراقف عليكم ليقوم ويرحمكم رب عايز يرحمك النهاردة رب عايز يخلصك النهاردة الرب جاي يخفر خطيئك الرب منتظر ان انت تتوب وترجع اليه بيقولك يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي اديني قلبك وسيق ان انا هتمجد معاك وسيق ان انا هبركك اطلب الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتوب الى الرب فيرحمه الى الهنا لانه يكثر الغفران يا ابني اعطني قلبك رب ينتظر ليرحمك ثم ماذا تنتظر يا رب ايضا يقول انتظر انك تعيش بلا دنس ولا لون في العالم بطرس التانية 3-14 الاية اللي بعد السماوات الجديدة ونحن بحسب وعديه ننتظر السماوات الجديدة وارض جديدة يسكن فيها البر الاية اللي بعدها على طول انت مستني السماوات الجديدة والارض الجديدة اللي يسكن فيها البر يقول طبعا انا مستنيها يقول لك عيش بقداسة عيش بقداسة بيقول في العدد اللي بعده اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولعيب في سلام اجتهد ان توجد امامه بلا دنس ولعيب في سلام هلخص بسرعة قبل ما نطلع فاصل وقول انت هو الآتي ام ننتظر اخر الانتظار وصعوبته الانتظار في منتاز صعبة صحيح جدا صعوبة الانتظار الانتظار وفوائده فوائد الانتظار فوائد جديدة وجميلة ورائعة في حياتنا لتشكلنا واعادة صياغتنا ثم مجد الانتظار حينما اصبر حينما يشكلنا الله ساكون اناء للكرامة اخدمه بامانة اخدمه وكون مؤثر في العالم وابركه وامجده وعيش كغريب وضيف وانتظر المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله ثم انتظارات الله مني الله ينتظر ايضا مني انا اتوب وارجع ليه ثم ان اتقدس بالتمام واعيش في القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم ايها الاحباب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 يا رب شجع شعبك شجع قطيعك اللي بينتظروك كالمراقبين الصبح اوصل اليهم يا رب اوصل اليهم خد طريقك لكل واحد منهار لكل واحد يائس لكل واحد فشلان لكل واحد مضطرب لكل واحد حزين اوصل الي كل واحد مريض يا رب من فضلك يا رب احسن العبيدك الذين يترجون وجهك نحوك اعيننا يا رب نحوك اعيننا فكل من طلبوا رب ان نصلي لاجلهم صلاتنا لاجل بلادنا العربية في اسم الرب يسوع ترائف عليها ترائف على كل عبيدك وشعبك وقطيعك في كل بلادنا العربية يا سيدنا الرب بركة خاصة للكرمة وكل العاملين في الكرمة بركة خاصة لاحتياجات الكرمة وتغطية لكل الاحتياجات بحسب امنتك ايها السيد الرب نحن ننتظرك بكل المقييس في كل امور حياتنا في اسم ربنا يسوع المسيح استجيب لك الكرامة ولك كل الميت امين امين هاللويا مبارك اسم الرب وانت هو الات ام ننتظر اخر انت جاي ولا نستنى حد غيرك في حد لسه بيقول كده اخاف تكون لسه بتقول كده اخاف يكون لسه فيه شك جواك فامنته لكن روح القدس النهاردة كلمنا وقلنا وشجعنا وفهمنا ان الانتظارات بتاعتنا مش كده وبس مش لان الهنا نعسان ولا نايم لا ينعس حافظك الرب عمره ما بينام ده اله صاحي ده اله عينه علينا ده اله عينه علينا 24 ساعة كل يوم عينه علينا احنا بننام ونخفل احنا بنخفل عن اولادنا احنا بنخفل عن كل الذين لنا لكن هو لا يخفل عننا ولا عنه عن اولادنا وعن احفدنا وعن اصحابنا وعن اصدقائنا وعن كل الناس اللي احنا بنصلينهم رب لا يخفل عنهم صعوبة الانتظار الانتظار صعب الانتظار صعب كلنا متفقين على ان الانتظار صعب لكن الشيء الرائع ان في الانتظار فيه اله بيسند وبيقوي وبيجعلنا كالصخر ونحن ننتظر مش بيخلينا كريشة في مهاب الريح لكن بيمسكنا بإيديه لأني أنا رب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخاف أنا أعينك أنا هعينك وانت بتنتظر بس هشكلك فوائد الانتظار هشكلك وهصيغك وحبركك وهتمجد معك وهحسن إليك علشان تقدر تخدمني صح مجد الانتظار هناك مجد عظيم في الانتظار هناك مجد عظيم هناك تشكيل رائع هناك استخدام عظيم الرب بيعمله في حياتك وانت بتنتظر عشان كده انتظر وانت عندك ثقة وإيمان وشوف المواعيد اللي ليك في الكتاب هتلاقي ليك آلاف المواعيد هتتسند عليها وحيبركك الرب من خلالها وانت منتظر وبيبركك وبيستخدمك هتكون منتظر مجيئه هتكون منتظر مجيئه وهو كمان منتظر مننا الله أيضا أحبائي له انتظر ينتظر عودة الخاطي بينتظر عودة الخاطي بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين عودة الإنسان التعبان اللي مر النفس البعيد عن الله بيقوله تعالى تعالى أنا مستنيك أخلصك أفديك أغير حياتك أضمن لك حياتك الأبدية ثم الله ينتظر أن نعيش بالقداسة نعيش بلا دنس وبلا لوم في العالم في سلام يا علمني أنتظرك يا رب علمني لو ما عندكش انتظار قوله علمني أنتظرك يا رب نشكركم أحبائنا المشاهدين لأجل متابعتكم معنا إلى أن نلتقي بيكم في حلقة أخرى لكم بركة ونعمة من الله الخطير ورب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر